موسيقى كنت بتحديد اول قطعة او اول حي يعني بما معناه وهذا الحي اللي بتكون عدة قطع اراضي بتقسيم هذا الشكل او هذا المضلع اللي عدة قطع اراضي وكل قطعة ارض بدي اعطيها رقم قطعة اذا بكون بتحديد المطلوب بعد ما قمت بتحديدها هي في عندي واحد محدد من خلال هذه المجموعة بختار بافترض انه عندي القطعة الاولى وبافترض انه في عندي القطعة الاولى بهذا الشكل خلصت او اتنين هاي القطعة الاولى هاي القطعة التانية بما ان انا معمول سيلكت للبولجون ده اكون بعمله قط او سبلت انا بقدر اكون بهاي العملية لكن اذا اكون بتحديد منطقة تانية او فيتشر تاني وعملت سبلت وانا مش محدد البدية مثلا اكون بعمل سبلت في هذه المنطقة اعطاني error ليش؟ لانه الفيتشر اللي بتقوم بتقسيمه غير محدد فضروري اعمل تحديد للفيتشر اللي بتقوم بعمله سبلت او اي عملية تعديل وتحرير وبعد ما اكون بتحديده بقدر اقطعه بكل سهولة ايضا اذا انا ما كنتش بتسكير منطقة الرسم يعني ما كملت لها لهاي المنطقة ده اغطى بل كليك بعطيني error برجع نفس المنطقة وبسكرها بقدر ارسم اي قطعة بالوسط بدون الوصول على الحواف يعني بهاي الطريقة اعطاني error بحاول اسكر بكرب اكتر نغلق الصورة الجوية ضروري ان اقطع هذا الحد بعدها بقدر اعمل double click او F2 او نقر على هاي الاداة وانا هي كنت بتقطيع قطعة جديدة بهاي الطريقة ايضا من اللي بساعدنا على الرسم او على ال digitizing بساعدنا في اشي اسمه snap او الجذب هدول الامور ضروري مهم جدا جدا يكونوا مفعالات عنا كيف حنا نقدر نوصلهم بشريط الحالة موجودة عنا ايكونة خاصة بالسناب اقوم بالغاء جميع انواع الاسناب فانا لما اجي احدد اي حافة او اي نقطة تحد ما بيظهر لي مساعدات الرسم فبقدر انا اجي اعمل قط بلقن بدون مساعدات الرسم لكن هاي الحالة بتكون فيها نسبة خطأ كبير ولكي اقوم بالابتعاد عن الخطأ بالرسم بقوم بالاستعانة وتفعيل مساعدات الرسم طبعا الافضل ان اقوم بتفعيلهم جميعا لكن خلينا ناخد واحدة واحدة اول واحدة قصة بالنقاط ازا ما كنت بتفعيلها ازا في عندي طبقة من من نوع نقاط بعطيني مؤشر عليها ما عندي ولا طبقة نقاط اكون باستيراد او باضافة طبقة نقاط عندي هاي الطبقة النقاطية لما اروح على اي نقطة موجودة عندي بيظهر عندي دائرة بهذا الشكل هاي بتدل انه مساعد الرسم او الاسناب انفعل على النقاط نقوم بازالتها هاي الطبقة نرجع على النوع التاني من الاسناب عندي هون النوع التاني والثالث والرابع والخامس وجميع الانواع طبعا مجرد افعيل هدول الانواع انواع الاسناب يصيروا في عنا مساعدة بالرسم كيف بد اعرف كل نوع شو المقصود فيه طبعا موجود عنا الاسناب في المنطقة هون او في شريط الحالة مجرد ما وضع مؤشر الماوس على اي نوع بيظهر عندي شو المقصود بهذا النوع وكيف الرمز طبعا او الشكل طبعا مثلا هذا الشكل الخاص بالحواف لو كن بتعطيل جميع اسناب اكون بتعطيلهم ونثلي هذا النوع شغال كنت بعمل سبلت بوليغون وين في حافة لأي مضلع بعطيني هذا السناب انه فعال لكن انت بوينت او ستارت بوينت او اي نوع من انواع السناب ما بظهر لي عشان اسهل حالي بقوم بتفعيل جميع انواع السناب برجع الصورة الجوية وبكمل رسم او رقمنة ليش اعطاني هون انو ما بقدر يعمل سبلت لان انا في عندي بقول لكم دا قوم بانشاءه او كتعة ارض جديدة مفتوحة من تحت او غير مغلقة لذلك اعطاني ارور فانا عشان اكون باغلاقها برجع بطلع بهاي الطريقة هاي المنطقة المفتوحة اسكرها عندي هاي المنطقة مثلا بقدر اعطبين قطعة ايضا بنشاهد عندها عمل سبلت بوليجون بظهر عندنا عدة خيارات نقدر احنا نستفيد منهم طبعا اول خيار اللي احنا اتدربنا عليه كبل شوي اللي هو خط او لاي يعني احنا نقدر نعمل سبلت من خلال خط بنرسم خط بعبرنا على المنطقة المنقوم بتقطيعها في عنا طرق هندسية في الرسم راح نتطرق لالها في دروس متقدمة خلينا نركض على الاساسيات اللي هي اللاين ورسم الكوس او الانحناء وتتبع في عنا عدة انواع على الاقواس لاختار هذا الخيار هو اسهل اشي او نقدر احنا نتعلم بهاي المرحلة مثلا بدي اقوم برسم قطعة ارض من خلال مع ان هنا الطريق نقوم بتحديد القطعة نقدر احنا ناخد نقطة خارج هذا المضلة نختار نقطة البداية مثلا في هاي المنطقة نختار الكوس انتهاء نقطة او الانحناء في هاي نضغط بزر الماوس بيظهر عندنا الكوس بهاي الطريقة نقوم برسم الطريق مثلا بهاي الشكل نختار كوس اخر عند الانتهاء من رسم الاقواس نرجع احنا على الخيار خطوط هون في عندي انحناء او كيرف او كوس يعني بقوم بانشاؤه نستخدم الخط نستخدم اخر اشي الكوس قبل الانتهاء بقدر ان اضغط او ارسم كمان نقطة خارجية او من خلال هذا الخيار نغلق الصورة الجوية نلاحظ لما انشاء طريق من خلال طبقة قطع الاراضي وهذا الطريق ما بهمني في طبقة قطع الاراضي فانا بقدر اعمله او بقدر انقل هذا الطريق الى طبقة الطرق من خلال كوبي من خلال النص يخلصك طبعا على طبقة الطرق من نوع مضلع او بكون بازالته من هاي الطبقة مباشرة ايضا من اساليب الرسم لو رحنا على سبلت بعد تحديد اي مضلع في عندنا الترس اللي هو التتبع اذا انا بد اكون برسم قطعة ارض او بعمل سبلت لهذا القطع الكبيرة بقدر امش على جميع هذه الحدود فبقدر استخدم الترس التتبع بختار نقطة بهذا الطريقة لحد ما اوصل نقطة النهاية بختار الخط او اي طريقة اذا انا بدي ارجع بقدر اضلل هاي النقطة او هاي الفيرتكس اللي بتكون منها حدود من القطع الاراضي بعملها ونبدن شغل الصورة الجوية بقوم بانهاء الرسم طبعا اذا بتلاحظوا عندها تفعيل الصورة الجوية ثم ننقر على اداة الاندوع التراجع برجع لخطوة الوراء اللي هي ازالة او تعطيل الصورة الجوية هيك كنا بتعطيل الصورة الجوية وهيك احنا رجعناها طبعا اداة الاتراجع بنقدر نضغل على هذا السهم ونشوف جميع الاوامر اللي احنا عملناها ونقدر نتراجع عنها طبعا بعد الانتهاء من الرسم او بدخال البيانات او بعد الانتهاء بشكل عام عن اي عملية edit او تحرير ضروري اقوم بعمل save نفع الصورة الجوية لنفرض ان انا بدي اقوم بانشاء قطعة ارض جديدة باستخدام اسلوب اللي اتو complete اروح على هذا الاداة create feature باختيار الbar cells ما يميز هذا الاسلوب بقدر ارسم بلغن جديد او قطعة ارض جديدة بدون تداخل او فراغات بين القطع الحواليها بمعنى اللي نفرض انا بتقوم برسم قطعة الارض في هاي المنطقة بدون معيد نقاط على اشي مرسوم سابقا باستخدام اسلوب اختار نقطة البداية بعتبر هاي نقطة النهاية وباكي الاضلاع الموجود عندي هون ما بمشي عليهم برجع بسكر الرسمة وبضغط بتمرسم ايضا مربع ومستطيل بقدر ارسم او دائرة ايضا ازا بدي ارسم من خلال الكياسات بقدر ارسم مثلا في عندي بضغط نقطة البداية في هاي المنطقة من ثم بظهر عندنا عدة خيارات الاتجاه المسافة بقدر اخلي هذا الشكل الجديد اللي راح ارسمه موازي لمضلع موجود عندي او متعامد لمضلع موجود عندي بمعنى نرجع هون بدرسم انا خط جديد موازي لهذا الخط بحط مؤشر الموسع على هذا الضلع ثم بضغط على هذا الامر بقوم بانشاء مضلع موازي لمضلع اخر ممكن ارسم مضلع اخر يكون عمودي على ضلع اخر بحط مؤشر الفقرة على الضلع المطلوب بعدها right click بختار هذا الامر بضغط من فلال لوحة المفتاح بقوم بيلغاء الامر يكون بتفعيله او انا بقدر انضي هذا الامر من فلال الضغط على اي نقطة ومن ثم بضغط على تراجع لضيك الوقت وشان هذا الموضوع ما ياخد مننا وقت طويل راح اتركلكم المجال بتجربة جميع هدول الاساليب لا تنسوا ايضا السناب تجربوهم كل واحد شو معناها وشو المقصود فيها من ثلال التجربة وكيف احنا نكون بعمل سبلت على اي مضلع او اي فيتشر موجودة عندنا من نوع مضلع او بوليغون